فروا من جحيم حرب ميليشيا الحوثي إلى جحيم المعاناة تتجرع هذه الأسر مررات الشتاء بعد نزوحها من محافظة الحديدة إلى مدينة تعز وسط إهمال الجهات المعنية أما المنظمات الدولية فتقول عائشة إنها لم تعد تقدم لهم شيء نحن نزحي مدرسة علي ونعاني من البرد ونعاني من الظروف ومعنا أمراض اللي عنده الكبد واللي عنده الشحنة واللي عنده تكسرات ونعاني من الأقل ما فيش معانا لا مالا كوثر لا مالح ولا معانا لا غاثة ولا معانا أي حاجة والمهم نريد منهم تلفتوا علينا وتنقضوا نحن ونحن الله حكم علينا بالنزوح بالبهذلة والهنا المهم الحمد لله بدنا نرقع على بلادنا لكن حرب ما نقدرش نرقع مئات الأسر هجرتها حرب ميليشيا الحوثي من محافظة الحديدة خلال العام الماضي إذ سجلت الوحدة التنفيذية لنازحين في المحافظة 800 أسرة ليصل عدد الأسر النازحة من الحديدة إلى أكثر من 20 ألف أسرة بما يعادل 140 ألف نازح ما زال النزوح مستمر وبشكل يومي بسبب المناطق المحادية للمناطق المحرة والمتواجدة فيها ميليشيات الحوثي وما تقع عدم التزام الميليشيات الحوثية بالهدنة وما زالت القضائف والطالة المسيرة يوميا على المناطق القريبة من المدريات المحرة تسبب عدم التزام بالهدنة بالنزوح المستمر اليومي نزوح قسري أيضا في محافظة تعز فرض على الكثير من الأسر الهروب من مساكنها بحثا عن مكان آمن بحسب الوحدة التنفيذية للنازحين فقد سجلت نزوح ألفي أسرة خلال العام 2023 من عدة مناطق لترتفع الحصيلة إلى 55 ألف أسرة في المحافظة يوجد في محافظة تعز نازحين ما يقارب 55 ألف أسرة حيث حصل في هذا العام ما يقارب ألفين أسرة نازحة هذه الأسرة تعاني أشد المعاناة وقصاوة العيش وتفتقر إلى جميع مقاومة الحياة في جميع القطاعات في قطاع المأوى في قطاع الصحة في قطاع التعليم في قطاع المياه تستمر عملية النزوح اليومي بسبب مواصلة ميليشيا الحوثي استهدافها للقرى والأحياء الأهلة بالسكان وعدم التزامها بالهدنة الأممية المفترضة الأمر الذي يجعل أي اتفاق مع الميليشيا هو مجرد التزام على ورق يشكل ملف النزوح أحد الملفات الهامة التي تسببت بها حرب ميليشيا الحوثي ذلك أنه طال شريحة عريضة في المجتمع ومع ذلك لم يلقى اهتماما بالشكل المطلوب من الجهات المعنية عبدالعز ذبحاني من الشباب طاعز